أكد غبطة بطريارك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن كيريوس كيريوس في أوفلوس الثالث في بيان صادر عن البطرياركية أن الاستمرار بالإساءة للقرآن الكريم في السويد يعد مساساً بالقيم التي نادت بها الأديان وتمادياً بحق كل المبادئ التي تنادي بالسلام والعيش المشترك بين الأديان والثقافات أياً كانت كما أكد غبطته أن احترام المقدسات والرموز الدينية وحرية المعتقد هي من أهم وأبسط الحقوق الأساسية للإنسان وقال البطريارك في أوفلوس نحن أيضاً في القدس ما زلنا واقعينا تحت نير التطرف ضد كنائسنا وأملاكنا وأبنائنا وكان آخرها ما وقع مؤخراً في كنيسة جبل صهيون بالقدس وشدد البيان على أهمية الوحدة والتعاون لمواجهة تحديات قوى الشر والظلام داعياً إلى حمل مشاعر السلام والمحبة من أجل أمن واستقرار أراضينا المقدسة في الأردن وفلسطين ونشر رسائل الأديان السماوية السمحة بالعدل والرحمة واحترام الآخر ومحبته